أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأزل لكم المثوبة والأجر هذا سائل يقول بعض الناس يخاف من العين وذلك أنه يترك بعض الأعمال الخيرية أو يترك غيرها بسبب خوفه من العين فما هو توجيهكم لا ينبغي للمسلم أن يغلو في العين ولا في السحر ولا في كيد الشيطان وأهله بل عليها أن يستعصم بالله جل جلاله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم أكرم الله هذه الأمة بأذكار الصباح والمساء ما قالها عبد مؤمن موقن إلا صدق الله معه مادم تقرأ الأذكار فأبشر بكل خير حتى ولو أصابتك مصيبة فإن الله يخرجك من ضيقها وبلائها وكربها بمثاقيل الحسنات التي لم تخطر لك على بال فأنت إذا استعصمت بالله ووثقت بالله فلن يضرك الشيطان شيئا بإذن الله لا هو ولا غيره هذا الأمر ضعف في الإيمان وضعف في التوحيد والعقيدة في الله عز وجل لا ينبغي للمسلم أن يستسلم لمثل هذه الوساوس والعين تأتي الإنسان شاء أو أبى إذا كان بهذه الصفة ولن يسلم وسيترك كل شيء وسيجلس في بيته بل حتى لو جلس في بيته يقول الناس تفكر فيه فتصيبني بالعين يمكن حتى يخاف الناس تصيب بالعين وهو نائم في بيتي نص الله السلام على ذلك لأن خطوات الشيطان ولذلك من يتبع الشيطان يشقى ويردى والعياذ بالله أو كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران ولذلك المؤمن الموحد المخلص الله عز وجل لا يضره كيد الشيطان شيئا أبدا حتى ولو كاده الشيطان وهو معتصم بالله ومتوكل على الله فإن الله يبتل من بعض الحيان بتسلط الشيطان عليه لكن ليرفع درجته ويعظم يقينه أيوب عليه السلام نادى ربه أني مسني الشيطان بنصم وعذاب ليعلم كل قارئ للقرآن أن الله يبتلي أولياءه بالشيطان لكن ما هي العاقبة العاقبة أن الله سبحانه وتعالى قال إنا بصيغة التوكيد وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب الله أكبر إذا قال الله نعم العبد الإنعام تسأله ربك في كل صلاة صليها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمته من هم هؤلاء الذين أنعم الله عليهم في الدرجات العلا في الجنة مع الذين فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة هذا الإنعام جاء بتسلط الشيطان بالصبر على كيد الشيطان إن الله لا يضيع عبده وليعلم كل مؤمن أن هذه الدنيا ليست عبثا وليست سدة وأن الله إذا سلط شياطين الإنس والجن على أوليائه لأنه لا يخذلهم ولا يضيعهم وإن الله سبحانه وتعالى بالرصد والله إذا انتقم فإنه عزيز ذو انتقام ونقمته وأخذه أخذ شديد وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى ما قال أخذ فلان وعلان أخذ القرى ولم يقل القرية إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد الموحد المؤمن لا يلتفت إلى مثل هذه الأمور إذا علم أنه إذا قال أعوذ بكلمات الله كلمات الله التي لو كان البحر مدادا لكلمات الله لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات الله ولو جئنا بمثله مددا ما قدرنا الله حق قدره أعوذ بكلمات الله التام من شر ما خلق من قالها ثلاثا لم يضره شيء النبي صلى الله عليه وسلم ما يكذب ما يكذب ما ينطق عن الهوى لم يضره شيء أي كان هذا الشيء حتى يمسي ومن قالها إذا أمس لم يضره شيء حتى يصبح إذا وثقت بربك فإن الله لا يخيبك وإذا انتلأ القلب بالتوحيد بمعرفة الله سبحانه وتعالى لو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض على أن ينفعوك أو يضروك لم ينفعوك ولا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك كل يوم بل كل ساعة بل كل لحظة تعود نفسك كيف تعرف ربك وليس أن تعرف الشياطين ومردت الشياطين وفلان أصابته العين فسخم وفلان أصابته العين فكسرت سيارته فأصبحنا نتحدث لكيد الشيطان ونهول من هذا الكيد حتى خفنا في أنفسنا وعياذ بالله وضعف اليقين بل والأدهى والأمر تسلطنا على زوجاتنا وأولادنا وذرياتنا فأصبح الرجل يدخل إلى بيته انتبوا من فلان تران له عين وانتبوا من علام من عين فلان ما هذا أين الإيمان أين التوحيد أين اللقين في الله جل جلاله إلى درجة والعياذ بالله أن يترك العبد طاعة ربه من أجل هذا إذن ما معنى هذا معنى أن الشيطان والعياذ بالله غلب وخسئ عدو الله فالمؤمن لا ينبغي له أن يستولي هذا الشعور على قلبه بلغ ببعضهم نسى الله السلامة والعافية أن ابنه كان من أذكى الناس وأحفظهم أنه جلس عند أحد العلماء فتعجب العالم من ذكاء هذا الإبن وكان جلوسه عرضا مر على شيخ في محضرة في البادية وجلس عنده ولما جلس عنده مرورا ليس قصة فسمع الدرس فحفظه فتعجب الشيخ من ذكاء الإبن فأمسكه يريد أن يعلمه وما إن شاء الله الاتصالات سريعة ما كان في جوالات أسرع من الجوال قالوا يا فنان ابنك فعل كذا وكذا أدرك عند الشيخ فأصبح الأب كالمجن وذهب إلى الشيخ ونزع الإبن منه ثم أخذ ابنه وأصبح يشغل ابنه ليلا ونهارا بأمور الدنيا حتى لا يذهب إلى العلم وتأتي عين صلى الله عليه وسلم حتى أبناءنا صلى الله عليه وسلم أصبحنا نخاف وهذا لا يليق بالمؤمن أين حقيدة المؤمن وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين إبراهيم عليه السلام تجتمع الأمة في الأرض على إحراقه على إبادته ومع ذلك ما ضعف يقينه بربه ومع ذلك ما ضعف إيمانه وتسليمه لله ولماذا أنعم الله عليها أنعم عليه بالتوحيد بالإيمان بالإقين ولذلك لما تقرأ قصص الأنبياء تجد أهم شيء في هذه القصة المعرفة بالله سبحانه وتعالى من يعرف ملك الملوك وجبار السماوات والأرض من يعرف من بيده ملكوت كل شيء من يقرأ قصص القرآن ويرى كيف يأخذ ربك شياطين الإنس والجن أخذ عزيز مقتدر يعلم أن هذا إمهال وليس إهمان فانظر إلى نبي الله أيوب كيف رأى العذاب والبلاء بنصب من النصب وعذاب وعذاب جاءت نكرة يقول بعض العلماء أنها جاءت نكرة للدلالة على أنها بلغت أمر لا يمكن وصفه من عذاب في جسد خارط قواه عليه السلام لكن التوحيد ما نقص والإيمان ما نقص واختار الله من قلبك واختار الله من بدنك وجسدك هذا الموضع وهو القلب ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب تنصر الرسل حينما تعلم أن السنة يأتيك الرسول ويقول لك اصبر وإن الله معك فتنصر الله ورسوله بالثبات على التوحيد والإيمان فيقول لك فلان والله يتعين قل حسبي الله ونعم الوكيل فلان يضرب بالعين قل على الله توكلنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفر فيكون المؤمن مؤمنا حقا وصدقا ما خذل الله عبده أبدا ويقول فلان يسحر فلان يذهب إلى السحر فلان إن بصيغة التوكيد إن كيد الشيطان الله ما يكذب ولا أصدق من الله قيله ولا أصدق من الله حديثه ولكن الناس هي التي تكذب نفسها وهي التي تكذب على ربها والعياذ بالله يجعلون من الله شيء شيئا والله عز وجل يقول إن كيد الشيطان ضعيف لا كان بصفة الدوام والاستمرار أي أنه ما كان كيد من الشيطان إلا كان ضعيف لكن من الذي يقوي هذا الكيد النفوس نصلى الله بعزة وجلانه نسلم نفوسنا من كيد الشياطين إن كيد الشيطان كان ضعيفا وإذا قال ربك عن الشيء إنه ضعيف فلا ينبئك مثل خبير وصدق الله وهو أصدق القائلين فأخبر الله عز وجل أن هذه الأمور التي العين من الشيطان والعين حق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إذا حصنت نفسك بأذكار الصباح والمساء تحصن نفسك بأذكار الصباح اقرأها لكن اقرأها قراءة المتأمل يا حي يا حي الكل يموت الله سبحانه تقول يا حي فتتذكر صفة الحياة التي ثبت لله سبحانه وتعالى يا حي يا قيوم قامت به السماوات والأرض وقام به كل شيء كل شيء قام بربك سبحانه وتعالى وانظر إلى أقوى مخلوق انظر إلى الجبال الراسية لأن الله أرساها لأن الله أرساها فإذا أراد أن يدكها دكا دكا وسيرت الجبال فكانت سرابة فهي قائمة بالله ما هي قائمة بنفسها يا حي يا قيوم قام به كل شيء يأتيك الظالم باغيا أشرا بطرا وتعلم أن قوة كلها بيد الله جل جل فتقول يا ربني أستغيث بك وأستجيل فإذا بهذه القوة كأنها لا شيء ومن هنا كان من أذكار الصباح يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث الله أكبر إذا فتحت لها أبواب السماوات وأنت تقرأ هذه الأذكار وتعلم أنها كلم طيب يرفع إلى السماء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع إليه يصعد الكلم الطيب وليس هناك أطيب من كلام الله وكلام التوحيد والإيمان يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث عبد من عباد الله يستغيث بالله صباحا أيضي والبلائكة كلها تشهد وحتى الأرض التي أنت عليها لما تقول يا رب إني مستغيث بك تشهد أنك استغلث بالله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين إذا قال أهل عبد من أي شيء يخاف ومن أي شيء يهاب إني توكلت على الله ربي وربكم ربي وربكم يعني الذي رباكم بالنعم ورباني بالنعم ورباني ورباكم بدفع النقم عليه إله أسلمنا وعليه توكلنا وبه خاصنا وإليه حاكمنا سبحانه وتعالى فهذه الأذكار أذكار الصباح والمساء من يقولها ويتأمن فيها أنت لما تأتي وتقرأ المعوذات قال لخبيب يا خبيب قل قال ما أقول يا رسول الله قال قل قال ما أقول يا رسول الله قال قل هو الله أحد والمعوذتان إذا أمسيته وأصبحت ثلاثا تكفيك من كل شيء ما هي المعوذتان أنت حينما تقول أعوذ قل أعوذ ألوذ وألتجئ وأعتصم وأحتمي تشهد الله من فوق السبع سماوات أنك تلوذ به وتحتمي وتلتجئ إليه قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق أي شيء يخرج عن خلقة الله هل في شيء ما هو مخلوق لله من شر ما خلق أنت تقول اللهم إني أعوذ بك من شر كل شيء خلقته فقد يأتي الشر من ولدك الذي هو من صلبك وأنت لا تعلم ولكن الله يعلم فالمقصود أن التفكير في هذه الأمور ولذلك على القراء والرقاء الذين يقومون بالرقي عليهم مسؤولية عظيمة أمام الله سبحانه وتعالى أن ينتبهوا لعقائد الناس وأن يخلصوا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن ينصحوا لعامتها وأن لا يقولوا برجم الغيب كل ما جاء مريض قالوا معك عين معك نفس والله ليسألن أمام الله جل جلاله ولا يجوز لأحدا يقطع بأمر من الغيب بدون دليل وحجة وبرهام من الله سبحانه وتعالى إذا جاءك المريض كما ورد في السنة تقرأ عليه إذا كان به مس تقرأ بمس أما أن نكثر من الخوض أن فلان صابته العين قالوا فلان المريض ابن فلان ماذا فعل به قال والله ذهبوا به إلى الراقي فلان فقال أصابته عين ثم الثانية زوجت فلان قال والله ذهبوا به إلى الراقي وقال عين ثم ابن فلان عين وثم ابن فلان أصبحت العامة ما تفكر إلا في العين وأصبحنا نتخذ هذا كأنه ديدا لنا وانظر كيف شغلة الناس لكن لما يأتي المريض وبدل ما يقول الإنسان عين ومس يقول له يا أخي أنا عندي كتاب الله عز وجل أطيك بما فتح الله عز وجل عليه والباقي لا أخوذ فيه علم عند الله أما تعالي عنده ثلاث جلسات أربع جلسات هذا في الطب المعروف أما أمر الغيب يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي هذه أمور الروح ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ونحن لا نوهن من أمر القراء بل نقول جزاهم الله خيرا صرف الناس عن المشعوذين والمرجمين والمنجمين لكن ينتبهوا من عبث الشيطان بهم فإن الشيطان إذا يأس من الشر جاء من الخير فإشغال الناس بالعين وإرباكم على هذه الصفة التي أصبحت يعني ديدنا للكبير والصغير أمر له محاذير شرعية وعواقب وخيمة وعلى الأئمة وطلاب العلم وخطباء ينبه الناس على الأخذ بالسنة الواردة عن نبي صلى الله عليه وسلم ما حافظ عبد على الأذكار وهموم أهله وولده ولزم أذكار الصباح والمساء إلا جعل الله لهم بين أطباق الدنيا فرجا ومخرجا وإنك والله لتعجب من بعضهم أن عليه من الهموم في نفسه وماله وأهله وولده لا يفتر من قراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع هديه في الصباح والمساء وإذا بك تجده أشرح الناس صدرا وأكملهم يقينا فبخن بخن كم له من الأجر والدرجات العولى عند الله عز وجل بهذا اليقين هذا اليقين الذي ترفع به الدرجات وتكفر به الخطيئات ويرضى الله به عن المؤمنين والمؤمنات فعلينا أن نذكر يذكر بعضنا بعضا ولذلك إذا كنت في مجلس قالوا والله فلان أصابته العين قل يا إخوان العين حق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنها تذر ولكن لا تذر إلا بإذن الله يا إخوان تذكروا أنكم عباد لله وأنكم مملكون لله وأنه لا يذر شيء ولا ينفع إلا بإذن الله هذا أمر مهم جدا غرس هذا الإيمان في قلوب الناس وأمرهم بما أمر الله به من التوكل عليه والاعتصام به والالتجاء إليه هو حقيقة النصيحة والدين النصيحة دين النصيحة خاصة لعامة المسلمين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا ونسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك جبار السماوات والأرض إله الأولين والآخرين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت ونحن في بيت من بيوتك وبعد فريضة من فرائضك نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى متوسلين إليك بالجلوس على ذكرك وشكرك والإنابة إليك لا أهل الأولين والآخرين لا إله إلا أنت بعزتك وقدرتك نسألك أن تقطع دابر الشيطان وأعوانه اللهم اقطع دابره عن المؤمنين والمؤمنات وشد تشمله وفرق جمعه اللهم منع المسلمين بالعافية اللهم اش في مرضاهم ومش في مرضاهم اللهم ارفع عنا وعن المصابين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وحيثما كانوا يا أرحم الراحم اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ومن كل بلاء عافية اللهم أنت الله ذل مني والكرم والإحسان والنعم إله الأولين والآخرين نسألك حياة ترضيك عنا يا رب العالمين نسألك فيها الإيمان الكامل واليقين الكامل نسألك إيمانا يرضيك عنا اللهم اجعلنا مؤمنين اللهم اجعلنا محسنين واحشرنا في زمرة الصالحين اللهم خذ بنا واصينا لما يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من السحرة والمشعوذين اللهم اقطع دابرهم عن المؤمنين والمؤمنات وشتت شملهم إله الأولين والآخرين فاطر الأرض والسماوات اللهم ضيق عليهم كل أمرهم اللهم ضيق عليهم أمورهم اللهم ضيق عليهم أمورهم اللهم احبسهم عن عبادك اللهم احبسهم عن عبادك وان فيهم في بلادك اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وقسم ظهرهم وعسر أمرهم إله الأولين والآخرين لا إله إلا أنت اللهم اجعل سلطان الحق ظاهرا اللهم اجعل سلطان الحق ظاهرا اللهم اجعل سلطان الحق ظاهرا اللهم نشكو إليك إرجاف المرجفين وإفساد المفسدين وعبث العابثين اللهم إن ليك المشتكى وأنت حسبنا وكفى لا إله إلا أنت الذي جل وعلا سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم للوجه الكريم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نستغفرك من ذنوب صلتت أعداءنا علينا ونسألك أن تغفرها لنا وأن تتوب علينا وأن ترحمنا اللهم لا تشمت من عدو ولا حاسد اللهم لا تشمت من الأعداء والحاسدين وأحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ولا نادمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك شميع قريب مجيب الدعوات وخص بذلك الإلة والقرابات رحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصهون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين